قابر عاجل من وزارة التضامن التضامن تعلن عن قرار وتوجيه فغاية الأهمية خص كافة أصحاب المعاشات أصدرت الدكتورة نيفين الكباش قرار في منتهى الأهمية خص أصحاب المعاشات في كافة أنحاء الجمهورية حيث أنها قامت بتوجيه كافة فروع بنك مصر الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك تيسر كافة الإجراءات لصرف معاشات نوفمبر من البنك خاصة لما انتخلفوا عن الصرف في الموعيدة المقررة مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد طلبت الكباش أيضا بتغذية ماكينات الصرف الآلي بالأموال بشكل مستمر حتى يتسنى لأصحاب المعاشات من صرف أموالها عبر هذه المكنات المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومن جانبه أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسيين أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 15% وذلك بعد سد العجزة الذي كان موجودا في صندوق المعاشات مؤكدا أنه الصندوق الوحيد الذي يصرف على كافة الخدمات المقدمة وأضاف أضاحي خلال اللقاء مفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية بحضور الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسيين بالإسكندرية وأعضاء مجلس النقابة أن من منتوقع زيادة معاشات المهندسيين إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2022 وأوضح نقيب المهندسيين أنه خلال عام 2020 قامت نقابة المهندسيين بصرف 1.650.000 جنيه للمعاشات من جانبه أعانى الدكتور محمد معيط وزير المالية نتائج الحساب الختامي لمزانية العام المالي 2020-2021 والذي تضمن التزام الوزارة بصرف القسط السنوي لهيئة القومية للتعمينات بقيمة 170 مليار جنيه مصري وأشارت معيط في بيانه أنه رغم انتشار أزمة فيروس كورونا في مصر والعالم إلى أن الدولة قامل بتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات ومستحقين عنهم أمن عليهم والوفاء بكافة الإجتزامات نوعهم وأضاف معيط أن هذا القسط يأتي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صنديق التأمينات المتراكمة اشتركوا في القناة